لا تقلد أحدا تقليدا أعمى فربما تقلد جاهلا منحرفا ضالا يقودك إلى النار نعود ونبحث مسألة التقليد نحن لا نريد أن نشكك بأحد معين ولكن أموما يعني كل إنسان معرض للجهل أو الانحراف أو اتباع الهوى أو الجبن الخوف مثلا الوقوع تحت ضغوط سلطات معينة أو قد يكون هو صاحب عقيدة منحرف أو في داخله الله أعلم في قلبه ماذا فلا يجوز أن نكتفي بالظاهر أن هذا إنسان مثلا عالم أو هذا إنسان عادل ومتقي وورع نحن لا نعرف ماذا في داخله الشيعة خصوصا في القرون الأولى كانوا يقولون يجب على الإمام والإمام عنده مهمتين مهمة التنفيذ ومهمة التشريع يعني مهمة الإفتاع في الأحكام الحادثة يقولون الإمام يجب أن يكون معصوما لا يجوز أن نتبع أي إنسان غير معصوم يعني كانوا يحرمون التقليد وعندما رجعوا إلى أئمة أهل البيت أئمة أهل البيت كانوا يحرمون التقليد أيضا وبقي الشيعة في القرون الثلاثة يحرمون التقليد إلى أن جاء القرن الرابع وانقطعوا عن أئمة أهل البيت وبدأت المرحلة الأخبارية الأخباريون حتى اليوم لا يجيزون التقليد عندهم أحاديث عن كل الشيعة في الكافية موجودة يعني الإمام الصادق أنه التقليد ما يجوز لأنه ولا سيما إذا كان هذا الشخص المستفتع منه المفتي يكون مثلا يحرم حلالا أو يحلل حراما وهذا موجود عند السنة وعند الشيعة كثير من العلماء يفتون بفتاوى عجيبة غريبة مخالفة للقرآن مخالفة للعقل مخالفة للألم مخالفة للذوق الذوق الإنساني والفترة الإنسانية ولا أريد أن أضرب أمثال الآن حتى لا أعاكر مزاجكم المهم لا يجوز التقليد تقليدا أعمى يمكن السؤال من العالم من أي عالم من أي شخص يعني وليس شخصا واحدا فقط واحد يعني يستفتي دائم طول حياته أي مسألة يمكن أنت تسأل أي عالم وأطلب منه الدليل مو فقط يقول لك بالنتيجة أفعل كذا لا تفعل كذا يقول له لماذا إذا قال لك مثلا صلاة الجمعة هذه مواجبة والآن الله في القرآن الكريم يجيبها أي واحد يقرأ سورة الجمعة يعرف أن صلاة الجمعة واجبة فأنت لماذا تقول أن صلاة الجمعة غير واجبة عينا مثلا أو مخير أو أنه سابقا علماء وربما حتى الآن بعضهم يقولون أنها مكروهة أو محرمة لا يتجوز لأن هذه من مناصب الإمام المهدي الغائب وهو لم يكلف أحدا بهذا المنصب فلا يجوز كما كان يقولون أنه إقامة الدولة حرام إقامة الثورة حرام المشاركة في العملية السياسية حرام يفتون بغير ما أنزل الله ألف سنة كان علماء أن يفتون فتاوى خاطئة فلماذا كنا نقلدهم ولماذا الآن يصبح التقليد مثلا جائزا فالتقليد يجب أن توقف عنده التقليد الأعمى صحيح نسأل العلماء إذا رأينا أن آراءهم وفتواهم معقولة ومستندة للقرآن ومستندة للعقيل ممكن نأخذ فيها وإذا كانت خاطئة في نظرنا فهو مو أفضل من عندي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يسأل يقول لي ليش اتباعت فلان يجب أن أنا أقدم الجواب لا أقول أنه والله أنا اتباعت فلان وفلان كان قال لي كذا أنا ما أمرتك باتباع هذا أو ذاك فلاحظوا التقليد الأعمى يجب أن نكف عنه يعني أن ننظر إلى آراء العلماء ومواقفهم وفتواهم ونسألهم عن الدليل وإذا شفنا كلامهم ممعقول أو مصحيح أو فيه انحراف أو فيه هواء أو فيه جبن جبن أحيانا العالم يسكت لأنه يجبن أمام الحاكم يخاف من الحاكم مثلا ويعطيك فتوى خاطئة فما يجو استخد من عنده الأخ منصور التركي يقول أحسن شيء تقليدك أو اتباعك أنا لا أدعو إلى تقليدي أدعو إلى التفكير أنتوا انظروا في كلامي إذا كان كلامي صحيح أخذوه وإذا كان كلامي خطأ لا تأخذوا أنا أحرم التقليد حتى على نفسي أنا لا أقلد أحدا ولا أسمح لأحدا أن يقلدني تقليدا أعمى إنما أنا أقول كلام وعندي أدلتي وبرهيني وكلامي فأقرأوا اسمعوا لما أقول وإذا كان صحيح أخذوا أخذوا بي وإذا كان خطأ أرفضوا الأخ يوسف محمد يعلق على كلامنا يقول وربما نقلد عالما تقيا ورعا يقودنا إلى الجنة صحيح مع دام الاحتمال الثاني موجودا ويمكن تقلد واحد هو جاهل وفاسق في داخله وغير وراء وأنت تشوف الظاهر فقط مثلا ويقودك إلى النار فلا يجوز لك تقليد أحد تقليدا أعمى ويجب عليك سؤاله عن الدليل والاعتقاد به أو العمل به عن اقتناء ويقين فإن الله تعالى لم يأمرك ولم يسمح لك بتقليد أحد تقليدا أعمى بلا دليل الأخ أحمد موسوي أيضا يقول إذا أخذنا بقولك سأكون مقلدا لك وقد يكون تقليدك أعمى بحسب قولك أنا من الأساس أقول لك يا أخ أحمد موسوي لا تقلدني استمع لما أقول واستمع للرأي الآخر ضدي وفكر في قولي وفكر بالرأي الآخر وإعمل به الأخ حارث فيصل الفضلي يقول أستاذ أحمد حب ذا لو توجز لنا أصل التقليد وعلى ماذا استند ومتى ظهر ومنكم نستفيد وشكرا في الحقيقة كما قلت قبل قليل أن التقليد كان محرم عند الشيعة والاجتهاد كان محرم عند الشيعة الاجتهاد في الكورون الأربع الأولى الهجرية كان محرم في القرن الخامس الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي دولة يسموهم مشايخ الطائفة الاثنى عشرية اللي صارت في القرن الرابع والخامس فهؤلاء فتحوا باب الاجتهاد وقالوا الاجتهاد جائز ولكنهم أكدوا على أن التقليد حرام حتى الشيخ الطوسي يفصل في بعض كتبه يقول طبعا من كل إنسان باستطاعتي أن يبحث ويجتهد فيقول عليه أن يسأل عن الدليل وإذا كان هناك أدلة متعارضة وفتاة متعارضة يستمع إلى أدلة كل الطرفين وينظر فيها لا يقلد التقليد غير مبرئ للذمة التقليد يوم القيامة يظهر الله يحاسبكم على كل موقف ويسألكم عن الدليل الأخ علي حازم يقول يوجد بضاعة يروج لها لكي يقلدها القوم ليس شرطا أن تكون أهلا للتقليد وأغلب المقلدين يخافون أن ينتقدوا الذين يقلدون أو الذي يقلدونه وأن كل خطأ وإن كان خطأه واضحا وبينا وكل يأخذ منه ويرد إلى رسول الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فأمر الله دليله قطعي وأمر رسوله يجب أن نتحرى من صحته أمر رسوله والدليل الصحيح من قائله لأن الذين يسترزقون بالدين كثيرون كما قال الله تعالى ويجعلون رزقهم أنهم يكذبون سلمان أحمد النوري يعقب على كلام الأخ حازم يقول له لقد أمرنا الله بطاعة أوامره من خلال كتابه الكريم ورسوله فقط ولكن رجال الدين لا سلطان لهم علينا إلا أنهم رجال دين وذوي اختصاص في الفقه هذا إذا كانوا فعلا مجتهدين كثير من الناس يقلدون مجتهدين عن نص عن ربع مو مجتهدين بصورة مطلقة يعني في أصولهم في قواعدهم في تاريخهم في عقائدهم هم مقلدين يقول لا سلطان لهم علينا إلا أنهم رجال دين وذوي اختصاص في الفقه والتفسير وغير ذلك من مسائل تتعلق ببيان أمور يجهل هو الإنسان العادي في حياته ودينه ويرجع لرجل الدين فيها يعني يسأله ولا داعية للتقليد يمكن واحد يرجع إلى عالم لا نقول هذا لا يجوز نعم لابد من الرجوع للعلماء ولكن من قلد تقليد أعمى مطلق كل ما قال هو صحيح لا نسأله عن الأدلة والبراهين الأخ غرم الخثعمي يقول لا تقلد أحدا من العلماء تقليدا أعمى هذا الكلام معناه ليس معناه اللا تسأل في دينك من هو أعلم منك بل يعني أن تتحرى عن ألم وإخلاص من تأخذ عنه الألم أنت عندما تحتاج إلى طبيب أو مهندس في موضوع معين لا تلتزم برأي طبيب أو مهندس واحد في كل مسألة بل تبحث وتتحرى عن الطبيب أو المهندس الذي لديه الألم والخبرة الكافية التي تفيدك في موضوعك المحدد الذي تبحث عنه قدر استطاعتك وإمكاناتك وعندما تطرأ لك مسألة أخرى فليس بالضرورة أنك يكون حلها عند مهندسك أو طبيبك الأول يعني حرية التقليد لمختلف العلماء ليس الثبات على عالم واحد بل ربما تبحث عن مختص آخر لديه الألم والخبرة الكافية حول مسألتك الجديدة وهذا من البديهيات التي لا تخفى على أبسط الناس ألما وعقلا ومع ذلك نقول نحن أنه صحيح ترجع للخبير في الأمور الحياتية يعني ضررها دنيوي ما رح يكون ضررها في الآخرة أما تتبع شخص معين هو يتكلم بسم الله ويقول لك هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز ولا يجوز وتسمع كلامه من دون دليل هذا يعني بدعة في الدين وبدعة محرمة وخطرها كبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر